موسيقى صباحكم سعيد مشاهدين وأهلا وسهلا بكم إلى هذه النشرة الإخبارية من قناة الأخبار المغربية أمفانتكات ترأس أمير المؤمنين جلالة الملك محمد السادس مرفوقا بصاحب السموي الملكي ولي العهد الأمير مولاي الحسن وصاحب السموي الملكي الأمير مولاي رشيد وصاحب السموي الأمير مولاي إسماعيل مساء يوم أمس بمسجد الحسن الثاني بدار البيضاء حفلا دينيا إحياء لليلة القدر المباركة وبعد سلاتي العشاء والتراويح رتلت القارئة طفلة هجر المرابط الفائزة بالرتبة الأولى لجائزة محمد السادس الوطنية في حفظ القرآن الكريم وتجويده وترتيله آيات بيناتا من الذكر الحكيم ثم تقدمت للسلام على جلالة الملك وتسلمت الجائزة من يدي جلالته إثر ذلك ألقى الأستاذ بهاء الدين محمد جمال الدين الندوي من جمهورية الهند بين يدي جلالة الملك كلمة باسم العلماء المشاركين في الدروس الحسنية الرمضانية لعام 1444 هجرية أعرب فيها عن أسمى آيات الشكر والامتنان لأمير المؤمنين على حفاوة الاستقبال وكرم الضيافة وأوفر العناية المخصصين لهم طيلة مقامهم بالمملكة بعد ذلك سلم أمير المؤمنين مجموعة من الجوائز للفائزين بها وفي ختام هذا الحفل الديني المهيب رفعت أكف الضراعة للمولى عز وجل بأن يحفظ أمير المؤمنين حامي حمل ملة والدين جلالة الملك محمد السادس وينصره نصرا مبينا يعز به الإسلام والمسلمين وبأن يتوج بالنجاح أعماله ويحاقق مطامحه وأماله ويبارك خطوات جلالته السديدة وبأن يقر عينه بولي عهد صاحب السمو الملكي الأمير مولاي الحسن ويشد أزر جلالته بشقيقه صاحب السمو الملكي الأمير مولاي رشيد وباقي أفراد الأسرة الملكية الشريفة كما توجه الحاضرون بالدعاء إلى العلي جلت قدرته بأن يمطر شأبيب رحمته وردوانه على فقيدي العروبة والإسلام جلالة المغفور لهما محمد الخامس والحسن الثاني ويكرم مثواهما ويطبث رهما بتعليمات سامية من جلالة الملك القائد الأعلى ورئيس أركان الحرب العامة للقوات المسلحة الملكية انعقد الاجتماع التخطيطي النهائي لتمرين الأسد الأفريقي 2023 على مستوى القيادة العامة للمنطقة الجنوبية بأجادير من الثاني عشر إلى السادس عشر أبريل الفين وثلاثة وعشرين وذكر بلاغ للقيادة العامة للقوات المسلحة الملكية أنه خلال هذا الاجتماع انكب ممثلوا القوات المسلحة الملكية والقوات المسلحة للولايات المتحدة الأمريكية على وضع اللمسات الأخيرة على طرق تنفيذ مختلف الأنشطة المرتقبة في إطار الدورة التاسع عشرة من تمرين الأسد الأفريقي النسخة التاسع عشر من هذا الحدث الهام ستعرف مشاركة حوالي ستة ألاف جندي من عشرين بلدا بما فيها المغرب والولايات المتحدة بالإضافة إلى سبعة وعشرين بلدا ملاحظا أجرى وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغربة المقيمين بالخارج ناصر بوريطة محادثات مع النائبة الأولى لرئيسة الجمعية الوطنية بجمهورية زامبيا مالونغو شيسانغانو ويندرج هذا اللقاء في إطار زيارة العمل التي تقوم بها السيدة شيسانغانو إلى المملكة على رأس وفد برلماني هام التفاصيل في تقرير التالي في إطار زيارة العمل التي تقوم بها إلى المملكة على رأس وفد برلماني هام أجرت النائبة الأولى لرئيسة الجمعية الوطنية بجمهورية زامبيا السيدة مالونغو شيسانغانو محادثات مع وزير الشؤون الخارجية وتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج السيد ناصر بوريطة إننا نؤكد من خلال هذه المباحثات على رغبة زامبيا في تعزيز وتطوير العلاقات بين الرباط والوساكا وإقامة مشاريع مشتركة بين البلدين إن هذه المحادثات تعكس مراحل جديدة من التعاون بين البلدين وأنا أعتبرها سبيلا أمام مواطني جمهورية زامبيا للاطلاع أكثر على ثقافة المملكة المغربية والتمكن من التفاعل بحرية أكبر في شمال إفريقيا وكان الوفد الزامبي قد أجرى في وقت سابق محادثات رفعة المستوى مع رئيس مجلس النواب وكذا مع رئيس مجلس المستشارين دوليا ولليوميا الثالث على التوالي تواصلت يوم أمس المعارك الضارية في السودان ولا سيامة في الخرطوم بين الجيش وقواتها الدعم السريع وحصدت في حصيلة أولية أوردتها الأمم المتحدة مئة وثمانين قتلا وألف وثمانمائة جريح وعجزت الممرات الإنسانية التي أعلنها الطرفان على تغيير الوضع فاستمر سماع إطلاق النار ودوي انفجارات في الخرطوم ومن جهته دعا الأمين العام للأمم المتحدة أنطوليو جوتاريش يوم أمس إلى وقف فوري للأعمال العدائية وإعادة إرساء الهدوء والانخلاط في حوار لحل الأزمة في السودان ومع تساعد حدة الاشتباكات في السودان تسود حالة من الخشية تدهر الأوضاع حيث تسارعت وطيرة الردود الفعل الدولية وتوالت الدعوات العربية والدولية إلى وقف النار فورا وإيجاد حل للخلافات بالحوار شيمة أجبران وتفاصيل حصيلة ضحايا الاشتباكات في السودان لا تزال في ارتفاع مستمر مشاهد مأساوية انفجارات وانتشار واسع للقوات وسط تبادل اتهامات بين الجيش وقوات الدعم السريعة ومع تصاعد القتال في البلاد اندلعت حالة من القلق العربي والدولي خشية تدهر الأوضاع فتسارعت وطيرة ردود الفعل الدولية مجلس جامعة الدول العربية بالقاهرة أكد على أهمية العودة السريعة إلى المصاري السلمي لحل الأزمة السودانية والتأسيس لمرحلة جديدة تلبي طموحات وتطلعات الشعب السوداني وتسهم في تعزيز الأمن والاستقرار السياسي والاقتصادي بدوره دعا وزيراء الخارجية الأمريكية والبريطانية بعد اجتماع على هامش قمة مجموعة السبع في اليابان إلى وقف فوري للعنف في البلاد فيما أعرب المبعوث الأممي في السودان فولغر بيرتس عن خيبة أمله إذا أعدم الوفاء بالهدنة الإنسانية المؤقتة بين طرفي النزاع وفي ظل الزلزال السياسي والأمن الذي تشهده السودان دعا المجتمع الدولي إلى وقف القتال في السودان فورا والتحلي بضبط النفس وتغليب لغة الحوار والعقل لحل المشاكل المطروحة حفاظا على سلامة المواطنين وضمان مكتسبات الشعب السوداني والحفاظ على جميع مكوناته دوليا دائما حذر وزراء خارجية دول مجموعة السبع ثلاثاء من أن الدول التي تساعد روسيا في حربها في أوكرانيا ستدفع أثمانا باهضة وذلك في بيال صدر بعد محادثات استمرت يومين في اليابان ولم يعلن المجتمعون عن أي إجراءات جديدة ضد موسكو لكنهم تعهدوا بتكثيف تطبيق العقوبات بينما حذروا الأطراف الثالثة بوقف تقديم المساعدات لروسيا في حربها أو مواجهة دفع أثمانا باهضة كما أدانا الوزراء تهديد روسيا بنشر أسلحة نووية في بيلاروس ووصفوه بأنه غير مقبول وفي عودة للخبر الوطني شكلت تقدم المحرس في المشاريع المقررة في إطار البرلمج التكملي لتأهيل وتثمين المدينة العتيقة للصويرة 2019-2023 محور اجتماع للجنة الإقليمية المختصة والذين عقد من مقر عمالة الإقليم بمشاركة مختلف الفاعلين والمصالح المعنية بهذا الورش الكبير رعد قابوري في المتابعة التقدم المحرز في المشاريع المقررة في إطار البرلمج التكملي لتأهيل وتثمين المدينة العتيقة للصويرة 2019-2023 شكل محور اجتماع للجنة الإقليمية المختصة المنعقد بمقر عمالة الإقليم بمشاركة مختلف الفاعلين والمصالح المعنية بهذا الورش الكبير هذا البرلمج هذا المدة الإنجاز ديالوغ تتمتد من 2019 إلى 2023 نحن الآن في السنة الأخيرة ديالوغ يتكون من 27 مشروع سبعات المشاريع تم الانتهاء فيها 19 مشروع في طور الإنجاز وهي تهيئة في مرحلة الانتهاء اللقاء خصص لتدارس المراحل التي قطعها البرنامج الثموح الذي يأتي ليعزز الدينامية متعددة الأبعاد التي تشهدها مدينة الرياح وتقديم حصيلة تنزيل الاتفاقي الإطار المتعلق بالبرنامج التكملي كما يندرج في إطار الجهود الرامية للمحافظة على المدن العتيقة وتثمينها بعدد من مدن المملكة كالرباط والدار البيضاء ومراكش وفاس وامكناس وسلا وتتوان بمدينة العيون تعبأت فعاليات من المجتمع المدني منذ بداية شهر رمضان المبارك لمساعدة الفئات الهنشة والمحتاجة من خلال توزيع وإجابات مجانية ضمن مبادرة إفطار الصائم باقي التفاصيل مع محمد الورديني إفطار الصائم مبادرة تعبأت لها فعاليات المجتمع المدني بمدينة العيون منذ بداية الشهر الفضيل لمساعدة الفئات الضعيفة والمحتاجة من خلال توزيع وجبات إفطار مجانية المبادرة في نسختها الثانية المنظمة تحت إشراف جمعية كشافة المغرب فرع العيون تحت شعار أفطرهم ولك مثل أجورهم من خراط حوالي ثلاثين متطوعا من الجمعيات المحلية التي تهدف إلى تقديم المساعدة للمحتاجين والتخفيف من معاناة الفئات الضعيفة وتكريس قيم التضامن والتعاون والمواطنة الفاعلة على المستوى المحلية هذه الأعمال الخيرية التي يتم تنظيمها خلال هذا الشهر المبارك تعكس الأهمية الكبيرة والرمزية القوية التي تمثلها عمليات الإفطار والتي تشهد على الارتباط العميق للمغاربة بقيم التضامن والإنسانية والتزامهم غير المشروطة بمساعدة المحتاجين يعتبر مسجد الخير فضاء دينيا جديدا بالقرقرات يتيح للسكان والعابرين الفرصة لممارسة شعائرهم الدينية وأداء الصلوات بشكل جماعي بتأطير ديني محكم وفي أجواء من الأمن والسكينة والخشوع روبرتاج لردوان مستقيم عند مدخل المركز الحدودي الكرقرات يترى آل الزائر منظر صومعة مسجد ينتصب شامخا وسط سلسلة من مشاريع كبرى قيد الإنجاز هذه المعلمة الدينية الجديدة أطلق عليها اسم مسجد الخير عنوان الدينامية التنموية المتسارعة التي تشهدها القرقرات بوابة المغرب نحو عمقه الإفريقي هذا المسجد يأتي إضافة نوعية للمسجد التي يعرفها إقليم أوسرد سواء في مركز بيرغندوز أو في مسجد الوحدة بأوسرد وكذلك هذا المسجد له خصوصية خاصة أنه يتواجد بنقطة مهمة وهي بوابة على إفريقيا حيث سيكون قبلتان ومحطا لقمة شعائر الدين على أساني وجه سواء بالنسبة للعملين بهذه المنطقة من الرجال الآمن ومن الرجال الجماري وكذلك من السائقين المتواجدين هنا بكاترة أسس هذا المسجد وهذه المعلمة الدينية لتكون منارة للعلم ولتمكن ولتؤمن للمواطنين والمواطنات والعابرين لهذا المعبر الحدود لتمكنهم من أداء شعائرهم الدينية في جوين من الطمأنينة والسكينة والخشوع مسجد الخير سمي تيمونا بالخير الذي أضحى يعم القرقرات منذ التدخل البطولي للقوات المسلحة الملكية بأمر سام من قائدها الأعلى ورئيس أركان الحرب العامة جلالة المالك محمد السادس من أجل تأمين هذا المعبر الحدودية وإعادة فتحه أمام حركة المرور ننهي مشاهدين هذه النشرة تفاصيل أوفع عن أخبار المغرب والعالم تجدونها على موقعنا الإلكتروني أنفتكا تيفي بوايما شكرا لكم على تيب المتابعة دمتم في أمان الله